أهلا وسهلا فيكم من جديد من منطلق إيماننا بكل ما يواجه مرضى السرطان وفي طريقهم اللي هم في طريقهم للعلاج اللي بتعاملوا مع مرضهم بقوة وتحدي لمرضى نفسهم وعائلاتهم كمان ندعم المرضى بكل الطرق واليوم خصصنا في جانب مهم نحكي عن تغذية الخاصة بمرضى السرطان أثناء علاجهم نقدم نصائح وإرشادات مع خصائيات التغذية رزان صلاح يعني نحكي فيها أكثر عن نظامه بالتغذية في مراحل علاجهم صباحك خير رزان سعاد صباحك كيف أصبحت الحمد لله أنا لسي أحكي للطاقم أنه رزان تأتي بالتلج عادة فإذا أجت رزان عندنا معناها في تلجة أنت لازم كل بردو تلجة تجيبوني يعني من سعادة ما في مشكلة بس يعني الطاقم زعل لأنه تعودنا عليك بالتلجة تجيبين لنا عدس خاصة إذا تلجت وعد أجل خاصة إذا تلجت وعدتكم رزان عشان ما حدا يزعل كيف أصبحت الحمد لله ترام شو حاسة تلجة أو لا مش عارفة حاسة أن كثير من الناس صار بدها تتلج يعني متهيئة أكثر بس إحساسي بقول لي لا إحساسي بقول لك لا الأرصات الجوية بتقول أرزان في السعدي يعني طيب إذا اليوم موضوعنا مهم ويمكن كمان موضوع نوعي إحنا مش كثير من نطرحه بما يتعلق بالتغذية ولكن بالتأكيد بحسب أخصائي التغذية علاج مرضى السرطان برافق أكيد نظام غذائي بداية نحكي لنا بشكل عام رزان كمان التغذية بتشوف أنه كمان بتخصص نظام خاص لمرضى السرطان خاص أنهم بتأثروا كثير بهذا الجانب التغذية زيما دايما في كل حلقة نحكي أنه هي بتلعب دور كثير مهم في في كل الأمراض يعني سواء في الوقاية أو العلاج تيجي بالزات لمرضى السرطان هي جزء أساسي من العلاج لهم سواء من العلاج أو من الوقاية يعني لازم دايما دايما أكد على دور التغذية السليمة في العلاج أو في الوقاية لمرضى السرطان لأنه أكتر إشي أو من إشياء اللي بتتأثر أكتر إشي عند مرضى السرطان سواء من المرض نفسه أو من العلاج هو وضعهم التغذوي يعني نحكي عن 35% تقريبا تلت مرضى السرطان بصير عندهم سوء تغذية وهي ممكن تكون سبب في الوفاء أكتر مرض السرطان نفسه فبالتالي لازم تكون جزء من العلاج من البداية أو من الوقاية وتستمر معنا طول الطريق لأنه هي بتلعب دوري كتير مهم في عملية العلاج هم المرضى نفسهم كيف بتأستر نظامهم الغذائي كل أول شيء من بلش في شهيتهم في النظامهم الأكل في قدرتهم على تناول الطعام يعني بتلاحظة أول شيء مريض السرطان بتأثر فيه هو نفسيته نفسيته لما نفسيته تتعب هو أصلا ببطل يرغب في الأكل شهيتهم كتير بتقل أغلبهم بصير عندهم صعوبات في الأكل أول شيء ممكن سواء من المرض نفسه أنه الجهاز الهضمي بتأثر عندهم أو من العلاج نفسه أنه بصير مع العلاج لأنه مش بس بقت الخلايا السرطانية للأسف كمان بأثر على خلايا طبيعية في الجسم فممكن خلايا المعدة أو الأمعاء تتأثر فبتيت أثر عملية الهضم والامتصاص عندهم بيصير عندهم مثلا صعوبات في البلع أغلبهم هو عمليا يعني بالإضافة للجانب النفسي هو قدرتهم هم من بكونوا عندهمش القدرة يعني مش إنه كمان جسمهم بيكون في مراحل عم بتعب إحنا عم نحكي يعني هاي المقدمة للناس اللي الحمد لله وبتمنى يعني لبي السلام دايما للجميع بس الناس اللي ما عندهم فكرة إيش بصير في مرضى السرطان بس اللي عم بحضرونا هلأ من عائلات أو مرضى أنفسهم أكيد طبعا بنوجه لهم كل التحية وبنقول أن هم زي ما قلت في نفسيتهم وإرادتهم أكيد بتغلبوا على هذا المرض بالضبطين أنا هدا كما شابك نازم بلشنا فيها إنه لا يعني إنه أي حدا تم إنه تشخيصه بمرض السرطان ماته خلاص انتهت حياتي بالعكس يعني هي الواحد بواجه صعوبات في الحياة هلأ العلم تطور والطب تطور فبالتالي بالعكس يعني هي إشي كثار معه الأمل بالشفاء يعني فبالتالي لازم ندور على كل إشي ممكن يساعدنا نطيب فيه بالضبط عشانيك خلينا نخصص حديثنا لذان للعائلات اللي عم تحدرنا للمرضى نفسهم اللي هم كمان زي ما قلت ذكرتي أنت عمليا أمور بتصير معهم هم ممدركينها عارفينها هي فقدان الشهية غيثان جفاف في الفم فخلينا نحكي عن واحدة واحدة إحنا نقول للمرضى اللي عم بتناو يعني هم في صدد علاجات اللي هي من أكثر انتشارا هي الكيماوي أو حتى في الإشعاعات كيف أول إشي قديش بنصحي إنه بيت كلياته يتبع نظام غذائي صحي فعلا يعتمد على هل نضل نشتري خضرة وفواكه وهي المصادر ونركز على مصادر أخرى هاي بدها تكون زي محياتي مش بس علاج لمريض سرطان نفسه بدي كون علاج أول إشي دعم نفسي من جميع أفراد الأسرة من البيئة المحيطة سواء في العمل الأصدقاء البيت الكل بدي يوفر هذا الدعم النفسي بالإضافة إنه الكل بدي يشجع على تناول هذا النظام الغذائي السحي لأنه ليش كمان شغلة مهمة إنه أكتر إشي بيكون ضعيف هو جهاز المناعة عند مرض السرطان فبالتالي بدنا دائما نركز على الأغذية اللي بتأوي جهاز المناعة عندهم مثلا زي ما دائما نعرف إنه نركز على الأشياء الغاله، التلات فيتامينات أهم إشيهه فيتامين سي فيتامين إي وفيتامين إي فيتامين إي كما quello نعرف الموجود في الحمذيات في الفراولة في الكيوي في الخضارة الورقية فيتامين إي هو الموجود في زيت الزيتون في المكسرات في السمك فيتامين È هو موجود دائما في أي إشي برتقالي أحمر الحمضيات لا تؤثر على معادتهم لا تضيقهم هذه الحمضيات فيه شغلة مهمة كمان رائح خصوصية كل مريض يعني كل هاي اشياء جنرال بتقوي المناعة بس كل مريض بختلف عن مريض التاني في ناس ممكن يتضيق مثلا من برتقان مثلا خاصة اللي بعانوا من تقرحات في الفام او جفاف او هاي اشياء بتضيقهم هم يتجنبوا الحمضيات هم يتجنبوا الاشياء اللي لها نكهات قوية بهارات اشياء بتحرق هاي الحمضيات يتجنبوها وانا مثلا في ناس تانين بيعانوا من جفاف في التوم فبالعكس دايما تشجنهم كله حمضيات اشياء هاي اللي بتزيد افراز اللعاب بتخلي في رطوبة مستمرة في الفم فبدنا نراعي كل مريض حسب كيف وضع يعني كمان في ناس ممكن يكونوا مرتاحين مع موضوع المكسرات وفي ناس ممكن يكون بالنسبة لهم ما عندهم مش القدرة عنهم اغلبهم كمان بواجهة زي ما حكينا صعوبة في البلع فبالتالي لازم نختار اطعمة تكون طرية مناسبة للجهاز الهضمي ويقدر يبلاها بسهولة يعني مثلا لو مكسرات حكينا مكسرات مفيدة لو ما بقدار يتناولها بهذا الشكل وممكن نتحنها ان تكون مكسرات مطحونة مثلا فعملنا سحلة بفردان نتحن الجوز او الفستو الحلبي هاي الاشياء المفيدة يعني نقدر ندخليها باكتر من طريقة كمان هاي الاغذية انها تكون يفضل انها تكون رطبة يعني ونركز على السوائل بشكل عامل هم يعانوا من جفاف كسايد افكت من العلاج بس انو حكيتي عن فيتامين سي قدش مهمه ذكرتي انه طبعا مصدره في الحمديات بس وين ممكن كمان نلاقيه اذا الناس عم تدايق من حمودة مثلا فاش ممكن نتناول مصادر؟ بالضبط الحمديات هي مصدر اساسي لكن مثلا عندك الجوافة الكيوي الفراولاس هذول فيهم تقريبا ثلاثة اضعاف كمية فيتامين سي موجودة في البردان واللمون اللي منعرفها فيتامين سي كمان موجود في الخضار الورقية الداكنة زي نحكي عن سبانخ ملفوف جرجير قرنبيت هاي الاشياء غني فيتامين سي كمان ممكن ناس هم يتناول حسب كيف وضعهم المكملات الغذائية يعني اذا ما بيقدر تناول هاي الاشياء وكان عنده فعلا مستوى متدني من فيتامين سي في العادة اغلبهم الدكاترة بوصفو لهم انه يتناول مكملات غذائية ايش مهم كمان قلتي هو زيت الزتون مهم ندخل زيت الزتون دايما او حتى لو نقدر يعني دايما ينصح بس حسب بقولك كمان وضعه زيت الزتون انه غني بويتامين إيل هو مضادات اكسده دايما ايشي فيه مضادات اكسده كتير مفيد في حالات مرضى سرطانيش من اسمه يعني هو بيحمي الخلايا من الاكسده بيحميها انها تتكاثر او انها تتحول لخلايا سرطانية تالي هذا عامل جدا مهم فيها زيت الزتون ممكن سواء نتناوله انه كيف نتناوله احنا بالفطور بالغدا نضيفه على السلطات معلقة صغيرة زيت الزتون يتناولها الصبح حسب لكن ايش في بعض الاحيان بعض المرضى بواجهه زي ما حكي شعور بالغثيان او هذا الاشياء الدهنية بتكون زي تقيلة على معدتهم فبالتالي هاي بدهم يتراعوا كل واحد كيف وضعه ومع انه يتناولوا كميات صغيرة زي ما دايما اكد كميات كميات واجبات صغيرة متكررة يعني لو موعدة كل ساعة ساعتين تناول وجبة صغيرة هذا بساعده يتغلب هو يليت يعني لصال الناس بيكون مستصعب انها تقدر تقنعهم اساسا بها الواجبات لانه بيكونوا يعانوا كمان من فقدان شهية صحيحة كبيرة ايش ممكن اشي يفتح شهيتهم او حتى بس يكلوا الوجبة يعني يستمتعوا على الاقل انهم يخلصوا هاي الوجبة فقدان الشهية برضو اشي كتير اساسي واغلبهم بواجه فبالتالي اول اهم اشي للشهية الهو العمل النفسي يعني دايما ننصحهم انه كلوا في اجواء محببة دايما نعملهم جو يعني مش وجب وقت الاكل بيكون وقت نكد او وجع عند كتير من المرضى ممكن ياتلوا مع بعض حتى لو موجود مكانه يعني سواء مع الاسرة ومع الاصدقاء كمان المكان اللي يأكل فيه يعني مشرط يقعد في تاخته في المستشفى او اذا كان في البيت انه يقعد في المطبخ يدور على مكان هيك في اضاءة مشمس ممكن موسيقى تساعده طبيعة طريقة عرضنا للاكل يعني دايما تكون هيك جذابة بتفتح النفس دايما فيه الوان دايما فيه خضار فيه سلطة فيه اشياء طريقة عرضك للاكل هي كتير بتأثر في نفسيتك فيها يعني من ناحية غذائية بتفتح النفس يعني او بتفتح الشهية فيه كتير زي ما بنعرف انه هم اغلب الناس بيحضوها في واتح الشهية ليحبوب او هي بتكون غنية في اوميغا ثري زيت السمك هاي بتفتح الشهية يعني ممكن كتير من الاشخاص يتناولوها بس صدقيني العامل النفسي بيلعب دوري كتير كبير في هذا الموضوع وزي ما قلتي نقطة كتير مهمة له انه كمان ممكن العائلة كلها تأكل مع بعض تحفز انه يعني ما يكونش في وقت خاص انه الواحد بس يأكل فيه حكيت يعني السوائل ايش بقدروا يتناولوا سوائل ايش بتنصحي انواع واصناف عصائر طبيعية ممكن يتناولوها السوائل برضو على طول الخط هتكون مستمرة وبشكل كافي واكتر لانه بسبب العلاجات والأدوية بتسبب نوع من الجفاف المي هو السائل اساسي منركز عليه العصائر الطبيعية بس شغلة مهمة كمان انه ما نتناولها مع الوجبات خاصة مرضى السرطان انه ما بيأكلوا ما يشربوا سوائل مع الاكل او ايش انه هذا بيعطوهم شعور انه بيفقدوا الشهية وبياخد حيز من معدتهم فاحنا نتشجعهم يتناولوا سوائل لكن بين الوجبات يعني قبل مثلا بيأكل بساعتين بعد بساعتين طول النهار يضلوا على التناول باستمرار السوائل مشروبات بس كمان مشروبات ساخنة زي عشاب بس كمان دم نتبهوا لدرجة الحرارة هاي الاشياء سواء الاكل او السوائل اللي بيتناولوها يتجنبوا الاشياء البارد كتير والسخن كتير بالعادة يتناولوها بفضل بدرجة حرارة الغرفة بشكل معتدل بس كمان شغلة بنسبة السوائل لانه زي ما حكينا برضو اغلبهم بعانوا من اسهال ومشاكل في الهضم والجهاز الهضمي فبدنا ننتبه للبيعان ومن هاي المشاكل بدنا اوشي مثلا الحليب ومنتجاتها تتوقف تماما مثلا ممكن نستبدلها بحليب السويا او بحليب اللوز او منتجات البان ثانية حليب اللوز دايما بنصحوا فيه كمان حليب اللوز او حليب السويا هاي يعني يفضل احسن من الحليب العادي كمان نسبة انه يجنب الاشياء الدسمال فيها دهون هاي برضو بتفاقم الوضع عندهم كمان بدهم يجنبوا كل شيء الالياف البزيادة اللي بياخدوها لانه هاي بتمشي المادة خاصة اذا ما كان فيها مي معها بالتاناوض معها ذكرتي طب يعني اذا كانوا بيعانوا من اسهال طالوقت وبدهم كمان يعني وهم اغلبهم في بيعانوا الموضوع الاسهال ايش ممكن اشيريحهم ايش ممكن تضمن موشباتهم اكثر عشان تساعدهم ياكلوا او حتى يرتاحوا بعض مية دايما اول ما يسلم احب اسهال زي ما قتك من واقف الاشياء اللي هي اصلا بتسبب الاسهال كل اشياء الدسمال الشوكولاتات الدهون الحليب وهاي مشتقاتها نركز على مثلا البطاطا النشويات النشويات هي بتساعد انها تمسك المعدة يتوقف الاسهال زي مثلا بطاطا مسلوقة مهروسة كمان الرز رز مسلوء يعني نجنب اي اضافات على الاكل من زيوت او من املاح او هاي رز بني احسن من ابيض او كي رز بني هي بس انه فيه الياف اكتر لكن في حالتهم انه بيكون عندهم شوي صعوبة في هضم الاكل العادي فان بالك الاشياء اللي فيها الياف اكتر فلا يعني ممكن بس رز عادي يكون افضل في حالتهم ممكن خبزة يعني شقفة خبزة ناشفة انه يتناولها محبة بطاطا مسلوقة زي ما قلت او اصنكسن كمان بيكون فيه صعوبة في البلع فاللعقم تحكي عنهم هاي الوجبات كمان بيكون سهلة على ان ندلوها طرية بالضبط يعني كبطاطا مسلوقة كعسيرة بطاطا مسلوقة انه دايما اي حدا بيقول لي انه معي مسهال او اشي دايما اوش مصحم فيه ومع ايش ما هيضيفه سنتومة الطومة والبصل هم اشيان اساسيا من اكتر المواد اللي فيها من اكتر اغذية اللي فيها مواد مكافحة للسرطان فبالتالي دايما نحاول ان ندخلهم في غذائنا الطومة البصل مثلا دق سنتومة مع البطاطا مع الشوربات مع اكلنا البصل الاخضر تفتح الشهية وفيها مواد مضادة للسرطان فبالتالي جدا مفيدة وهي كمان بيسهل عليهم البلع حكيتي عن نقطة مهمة اللي هي انه كمان السحون اللي تكون ملونة فبهذا بيني انه فيه كمان فواكه دا تكون موجودة طبعا ننصح فيها هل في اصناف من ننصح نبتعد عنها ما في اصناف معينة نبتعد عنها بس بالعكس في اشياء نركز عليها بزيادة اللي هي لانه الدراسات مستمرة في هذا الموضوع انه بحاول يدوروا على مركبات طبيعية موجودة في انواع معينة من الاغذية اللي هي لها دور في انها تكافح خلايا سرطانية زي ما حكيت من قبل اي اشي فيه هي مضادات اكسادة زي مثلا من الفواكه خاصة عندك الرمان زي ما منعرف والعنب هم اكتر اشيين فيهم انتي اكسدنس اللي هي مواد بتحمي الخلايا من من الاكسادة وبالتالي هدول مثلا رمان هلأ موسموا انه سواء حب او عصير رمان اخر هو اخر هو قرر بيخلص يعني العنب بكافة اشكاله الزبيب جدا مفيد من الفواكه المجففة عندك مثلا الزهرة القرنبيت بروكلي الملفوف هاي برضو كتير يعني دراسات اكتر اكتر انه فيها مواد فعلا غنية فيتو كيميكالز انه مفيدة بتحميل خلايا من السرطان رازان شكرا كتير لك على كل نصائح بتمنى فعلا انه يعني سواء مرضى في مرحلة علاجهم وعائلاتهم يكونوا استفادوا من هذه الفقرة وبنوعدهم كمان يكون في عنا كتير فقرات تتحكي عن هذا الموضوع لانه فعلا بحتاج لكتير تفاصيل ويمكن كمان مش دائما متاح عندنا نقاش هذا الموضوع فاليوم نصائح ومعلومات كانت مفيدة ومهم كل اللي حكتوا رازان ودايما نبحث عن مصادر غذاء عضوية بمعنى كل الخضار فوايك اللي نحكي عنها الطبيعية على قدر الامكان تكون خالية من مواد غير عضوية فتكون بالتالي عضوية وطبيعية شكرا كتير لك رازان لا وإذا تلجت راح نشوفك يعطيك ألف عافية صحة والعافية دائما للجميع ومتمنى للمعلومات كانت مفيدة ننتقل إلى فاصل ومنستكمل محطاتنا اشتركوا في القناة